أهلا بكم من جديد أعلنت العمليات المشتركة العراقية انطلاق المرحلة السادسة من عمليات إرادة النصر ضد داعش وقال نائب قائد العمليات المشتركة الفريق الركن عبد الأمير رشيد يار الله في تصريح له إن عمليات إدارة النصر المرحلة السادسة جاءت لتفتيش وتطهير والقضاء على البؤر الإرهابية وتشفيف مصادر الإرهاب وإلقاء القوض على المطلوبين قضائيا ولتأمين الاستقرار والأمن في قواطع مسؤولية قيادة عمليات صلاح الدين الجزيرة الأنبار والمقر المتقدم لقيادة العمليات المشتركة في كاركوك وأشار إلى أن المحور الأول سيكون بقيادة عمليات صلاح الدين التي تعمل على تفتيش المناطق والقرى شمال وجنوب طريق صينية حديثة ومناطق عين الفرس والسكريات بينما المحور الثاني بقيادة عمليات الجزيرة التي تعمل على تفتيش المناطق المحصورة بين الضفة الغربية لبحيرة السرسار ونهر الفرات كما لفت إلى أن المحور الثالث سيكون بقيادة عمليات الأنبار التي تعمل على تفتيش مناطق جنوب بحيرة السرسار وصولا إلى نهر الفرات جزيرة الرمادي الصحراء جنوب بحيرة السرسار الأسويب أما المحور الرابع سيكون بقيادة المقر المتقدم لقيادة العمليات المشتركة في كاركوك ويعمل على تفتيش مناطق جنوب كاركوك وادي خناجر الملتقى والرمل ووادي النفط والمراضات